حسام حسن مدرّب منتخب مصر اه حسام حسن أصبح مدرّب منتخب مصر الرسمية احنا قلقانين بيه؟ قلقانين عشان احنا عارفين ان دايماً القرارات اللي بتتاخد من اتحاد الكورة او بتتاخد بشكل عام بسرعة بعد اي انتكاسة فدي بتبقى زي ما بيقولوا كده اللي هو بنهد الدنيا بنهد اللعب طب ساعدتك ايه الخطة؟ ايه المنهج اللي انت ماشي عليه؟ طب هو لو خسر المنشاطة اللي جاي هتعمل معاي؟ طب لو المفترض ان السيناريو هيبقى ايه؟ هيقعد قد ايه؟ انت ليه بتحول ان بقدر الامكان ان انت تصدل الصفحة الرسمية بتاعتك؟ ليه محدش بيطلع من اتحاد الكورة؟ يكون ليه المتحدث الرسم كده يعرف يتكلم ويعرف ينطق بدل من الناس التانية اللي هي لسه قاعدة بتسند يطلع يتكلم قدام التلفزيون يتكلم يشرح لنا الوضع حسن ما هيقعد قد ايه؟ وضغه ايه؟ شكله ايه؟ طب انت جايبه علشان تنكسه او علشان لو تهزم مطشين ثلاثة تروح ممشيه وتبدأ تكون الدنيا ماشيت في مصر في الدولارات فتجيب مدرب اجنبي ولا انت جايبه علشان تكمل الخطة؟ ولا انت جايبه علشان تحرقه؟ ولا انت جايبه علشان ايه؟ طب ما احنا عايزين نفهم فالمفترض ان احنا كنا نعرف الكلام ده كله انا مش ضد حسن حسن واكيد معظم الناس مش ضد حسن حسن اقل فنيا من غيره؟ اقل فنيا كتير المنتخب نفسه محتاج روح ومحتاج عزيمة؟ اه محتاج روح ومحتاج عزيمة حسن حسن هو الامثل لها ليه لانه هو محدش نجم كان زيه محدش نجم زيه وجاب البطلات الافريقية قده مع احترام بقى للنجوم بتاعت المنتخب احنا بنتكلم بقى في تاريخ في افريقيا من نجدعه في التاريخ برا تمام؟ فحسن حسن يصلح؟ يصلح بس بشروط يصلح بس بحاجات معينة المفترض ان اتحاد الكورة يطلع ان هو يتكلم فيها يحط لها بنود معينة علشان لما ييجي حد من الجماهير يتكلم يقول لا اتحاد الكورة طالعوا اي القرار او اي البيان يا جدعين ما تستعجلوش على اللي هيحصل احنا معنا فترة زمنية احنا مش بنطالب المنتخب ان هو يعمل واحد واثنين وثلاثة بس على الاقل يدينا شكل ممظم ومن مدة سنة سنتين نبدأ نتعامل نبدأ نشتغل ده الكلام اللي انا فهمه ده الكلام اللي انا فهمه ايا كان برضو احنا بنلف اللفه وفي الاخرى هنقول ايه ربنا يوفقك عسام حسن وان شاء الله باذن الله تبقى قدها وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله ربنا يكرم كده في الفترات اللي جاية ونشوف انتخب مصر بدأ يتحسن ويرجع للجيل الزهب اللي احنا كنا قبليه ان احنا عندنا العيبة بس عندنا اتحاد كورة برضو لحد دلوقتي فاشل شكرا اشوفكم في اللايب سلام عليكم